يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم تلك حال مطبعين الجدد وقد كانوا من قبل يخفون ما بأنفسهم وما كسبته أيديهم من روابط وثيقة مع الاحتلال المخفي أكبر من المعلن قبل ترسيم التطبيع الجاري تحت الطاولة في السر أقامت البحرين علاقات دبلوماسية فكانت السفارة في المنامة منذ 2009 وقبلها جرت اتصالات سرية مع الإسرائيليين مع إسرائيل في رسالة حضارية بذلك كرست المملكة خطابا مزدوجا داعما للقضية في الظاهر ويطعنها في الباطن مؤيدا للإسرائيليين وما يفعلون ولا يجتمعان هذا وذاك في قلب رجل واحد حتى كشف المستور لا يكون بجرأة بل تخرجه إلى العلن وسائل إعلام الاحتلال إمعانا من الإسرائيلي في تأكيد طبيعة العلاقة بأنها علاقة تابع ومتبوع يريدهم الإسرائيلي قوما تبع والحبل على الجرار فقد سبق الكشف عن علاقات إماراتية إسرائيلية سرية تمت قبل سنوات بلقاءات بين المسؤولين بل إن نتنياه نفسه قد زار الإمارات قبل عامين والكشف أوردته صحيفة إسرائيلية قبل أسابيع تراهم كيف كانوا يفكرون قادة العرب المطبعون أو المقبلون على التطبيع خلال اجتماعاتهم في القمم وهم يخفون عن الشعوب كل ذاك التآمر هذا حقهم السيادي ومن ذا يصدق السعوديين المباركين للتطبيع وقلبه مطمئن بذاك التصديق إن قالوا إن فلسطين لا تزال قضيتهم المركزية كلنا متعلقين به القضية اللي نعتبرها قضية وطنية يتباهى الإسرائيليون بتلك العلاقات السرية وكلما حان وقت ترسيم التطبيع على مرأة الشعوب تكشفت خفاياه بمرئات إسرائيلية عاكسة أو فاضحة لحكام لا يقيمون للشعوب وزنا ذاك يزيد المقامة وأنصارها صدقية بعد سنوات من التحذير من شر ما تخفيه أنظمة التطبيع فبات جليا واضحا أن خط المقامة هو السبيل وانتخابية لنتنياه وتلك الشعوب المغلوب على أمرها ليست مع هوى التطبيع على وفاق وفي صمت تتجرع ما يسر الحكام ويعلنون إلا فيما ندر